موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة والبداية بالعناوين البرهان يقول القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلا لحكومة وفاق وطني أو انتخابات الإفراج عن نائب الرئيس السابع عثمان كبير وابنته ومدير مكتبه ونيابة الخرطوم تطالب المواطنين مساعدتها للقبض على قيادي في قحط تمازج تعلن انسحاب قواتها من المدن السودانية اعتبارا من يوم غد وصندل يطالب الحكومة الانتقالية بدعم عمل لجنة الأسرى والمفقودين أهلا بكم إلى التفاصيل قال رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ستظل على العهد ولن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة ودع البرهان خلال تفقده منطقة الشجرة العسكرية القوى السياسية إلى التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان مشيرا إلى التحديات والتهديدات التي تحدق بالوطن خلال هذه المرحلة الحرجة مضيفا أن القوات المسلحة هي بوتقة تتجسد فيها كل معاني القومية والوحدة الوطنية أطلقت النيابة العامة سراح نائب الرئيس السابع عثمان يوسف كبر وأمرت بفك حساباته وإلغاء أي حجز على أمواله وعقاراته وكانت المحكمة قد برعت عثمان يناير الماضي من جميع التهم الموجهة ضده بعد اتهامه بالتصرف بمبلغ 41 مليون جنيه من الحسابات الخاصة برئاسة الجمهورية فيما أعلنت المحكمة إطلاق سراح كل من ابنة عثمان كبر ومدير مكتبه وشط بجميع التهم الموجهة ضدهم لعدم وجود أي بيانات أو أدلة ترقى لمستوى اتهامهم نشرت النيابة الأعلى في الخرطوم إعلانا طالبت فيه الأهالي مساعدتهم بالقبض على القياد في قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل وقال وكيل النيابة الأعلى ماهر مصطفى في الإعلان الذي نشرته صحف اليوم أنه بعد صدور أمر القبض في مواجهة المتهم أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ الأمر الصادر بحقه مطالبا بابكر تسليم نفسه لأقرب مركز شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الإعلان هذا ويواجه بابكر فيصل تهمه تحت المادة 177 من القانون الجنائي قال المستشار القانوني عبدالله ديريف أن فصل موظفي الخدمة المدنية خلف آثارا سالبة في نفوسهم وعشار ديريف إلى توجههم للقضاء لإبطال قرار الفصل القانوني وثقتهم القوية في نزاهة وعدالة القضاء السوداني مشيرا إلى أن القرار القضائي الذي أعاد المفصولين تعسفيا إلى الخدمة سيظل سابقا قضائيا تدرس للأجيال القادمة مؤكدا على اتخاذهم إجراءات قانونية ضد لجنة إزالة التمكين لجبر الضرر النفسي والأسري والاجتماعي الذي خلفوه تجاه المفصولين تعسفيا منذ العام 2019 ساعة عشر معلوم لدى الكافة أن بعد يونيو 2012 حصل تجريف وتدمير للخدمة المدنية بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان وصدرت قرارات من لجنة إزالة التمكين بإحالة أكثر من عشر ألف موظف وأنهت خدمتهم دون تسبيب ودون أن تستمع عليهم ودون أن تبين لهم الأسباب التي جعلتها تتخذ مثل هذه القرارات كل الشعب السوداني تابع هذه القرارات وتابع ما خلفته هذه القرارات من الظلم ومن تأثيرات اجتماعية على مستوى العشر ألف المفصولين هذه عشر ألف أسرة تركت لهذه الظروف الاقتصادية المعلومة لدى الكافة وهناك في القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة وجدنا أكثر من الدوجين تم إنهاء خدمتهم في قرار واحد القرارات كان عندها تأثيرات اجتماعية كبيرة كان عندها تأثيرات نفسية كبيرة جدا عن الصولي لأن هذه اللجنة المأفونة خرجت في الإعلام ووصفت هؤلاء الشرافاء بأنهم مفسدين وأنهم نصوص وكانت تأثيرات كبيرة جدا وهذا الجانب نحن لدينا فيه إجراءات سنتخذها لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بجبر الأضرار التي أصابت موكلنا المخصولين تعسوفيا فيما يتعلق بالأضرار المعنوية التي أصابت النقطة الثانية فيما يتعلق بهذا الموضوع أننا وبعد أن استنفدنا الطرق المتعلقة بالرقابة الزاتية لقرارات هذه اللجنة وتقدمنا باستنافاتنا للجنة الاستنافات زهبنا إلى المحكمة المختصة والتي نص عليها القانون فيما يتعلق بالطعن في قرارات لجنة إزالة التمكين ولأننا كنا نسق في القضاء السوداني ونسق في استقلالية القضاء ونسق في نزاهة القضاء زهبنا ونحن على يقين بأن القضاء السوداني سينصف هؤلاء المرسولين أعلنت الجبهة الثالثة تمازج جلهاك عن خروج قوتها من داخل مدن السودان اعتبارا من يوم غد تنفيذا لقرار مجلس الأمن والدفاع المتعلق بالترتيبات الأمنية ووجه القائد العام لقوات الجبهة الثالثة تمازج بالإنابة آدم حسين بالخروج من كافة مدن السودان والتوجه فورا إلى المعسكرات مؤكدا التزام كافة قواته ببند الترتيبات الأمنية وحفظ الأمن موضحا أن قواته قوات قومية وليست لديها أجندة خارجية مشيرا إلى عدم وجود أي قوات لهم داخل المدن وإنما توجد حراسات فقط موضحا أن قواته قواته موضحا أن قواته قواته ببند الترتيبات الثالثة تمازج الجلحاك لأننا أولا هي قواته قواته ونحن لا يوجد أي أجندة خارجية غالصة ونحن لا يوجد أي مستشار أجنبي أو كلام الفارغ نحن لا يوجد أي قواته في الجلحاك ونحن نقول مع المواطن ووطن وبالتالي نحن نوجه كل خاداتنا عليهم بالالتزام الذي طلع من سيد الغادة العام وبالتالي نحن نكون أول ما طلع الخرار نحن التزام تماما وعطينا كنا متحركين الآن لذلك نقول لهم أجلنا من هنا أولا نوجه كل أخواتنا الموجودة على في دارفور والكردفان وبالتالي أن نقول لهم لألتزام نحن نقلها من عليه من التزام وطلع الترتبات الأمنية وبالتالي من هنا نعكد لشعب السوداني ونعكد لأخواننا في الهكومة نقول لهم هنا في الجبهة الثالثة تمازج جالحاق نحن جاهزين لترتبط الأمنية أخواتنا جاهزة لترتبط الأمنية ومن هنا نقول مابار الترتباط لازم يكون في تلمية لكل السودان وفي سياق متصل أعلن أمين شؤون الرئاسة بالجبهة الثالثة تمازج آدم محمد عن وضع عدد من الآليات المتعلقة بالترتبات الأمنية لخروج قواتهم من المدن وذكر آدم أن هذه الآليات تتمثل في تشكيل لجنة مركزية للترتيب الإداري مع اللجنة المشتركة بالإضافة إلى تشكيل لجنة فرعية فنية مختصة بعملية فرز القوة ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار موزعة على الفرق وأخيرا لجنة الاستخبارات لمنع التفلتات الأمنية بالنسبة لخروج القوة من المدن نحن لا نقصد أن هناك خروج القوة من المدن إتبارا من القرطم القرطم فقط فيه موجود حراسات كان جمع جنرال كاربينو خسر القرطم لترتبات إدارية والآن منطلق وراجم كبرت كاربينو لولايات لترتيب المعسكرات لانطلاق دربة بداية حقيقية للترتبات الأمنية ما يخص آلية الترتبات الأمنية الآن بعد خروج القوة من المدن فيها أربع آليات موجودة لتنفيذ الترتبات الأمنية أول آلية هي آلية وقفة الأخنار وهو موجود في الفرق بكل سودان أول ما يخرج القوة من المدن هو بكون مرتقس وملازم في كل الخطاعات بتالولايات إذا كانوا ولاية دارفور أو كردفان الآلية الثانية بالنسبة للتنفيذ الترتبات الأمنية وهي اللجنة الأولية اللجنة الأولية وهي لجنة مركزية ما يسمى باللجنة الأولية موجودة لترتيب الإداري مع اللجنة المشتركة الأولية الفوق اللي هي بخص باتغاز الخرار باللجنة الأمن والدفاع طيب اللجنة الثانية وهي اللجنة الفرقية ما يسمى باللجنة الفنية وهي دي بتكوى من عدد من العداء وقبل ما نمشي لللجنة الفرقية اللجنة الأولية فيه من هنا نحيي ونشكر أخونا زي ما ذكر جنرال أحمد أخونا أبدالحاب الشازلي الأميد ركون أبدالحاب الشازلي وأميد أمني قاضي آدم سليمان مغرر لللجنة الأولية أشكرهم على وقفهم وصبرهم لخروج ملف الجبهة الثالثة إلى بر الأمن حييم من هذه المنبر اللجنة الفرقية بدون ما يقارب أكثر من 8 عضو فيه وهي ما يسمى باللجنة الفنية وهي اللجنة مختص بعملية الفرز بعملية الفرز للخوة فيه لجنة تاني ما يسمى بلجنة الدي دي آر اللي هي لجنة إعادة التسريح والدمج صحيح في خوة في ناس مخاتلين ممكن في حالة لجنة دي دي آر ممكن يكون هو ما صالح للخوات المصلح ممكن يكون زول مدني بدمجوه في الحياة المدنية العامة وفي زول ممكن يفرزه ذات وفي نفسه ما عنده أي آيخ لكن ينطلق بكو ما دير القوى الأسكرية ومشي للجهة المدنية طيب في لجنة تاني ما يسمى بلجنة وقفة للخنار وديها لجهة الآن ما مركزية دي لجهة موزة في الفرق موجودة على مستوى الولايات والآن أول ما القوى بتلها من المدن أنا أفتكر أنه يكون هو برتكس على اللجنة الفرقية اللجنة اللجنة التانية اللي هي لجنة الاستخبارات وهي دي ملازم في كل كبيرة وسخيرة لا يكون في تفلطات أمنية أو مشاكل إدارية أو أي احتكاك بين الخوات المسلح وخوات الجفة التالة دعا الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية سليمان صندل الجهات النظامية والسلطات المختلفة بالدولة لدعم عمل لجنة الأسرة والمفقودين وقال صندل أنه تمت مناقشة الترتيبات الإدارية والآليات المتعلقة بتنفيذ مهمة اللجنة التي يندرج عملها تحت بند الترتيبات الأمنية مضيفا أن اللجنة منح السلطات وصلاحيات واسعة للبحث عن الأسرة والمفقودين لتحديد مواقعهم ومعرفة مصيرهم مشيرا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها خبرى وقانونين من كافة القوات النظامية والحركات المسلحة البرتوكول قضى بضرورة تشكيل لجنة لمعارجة قضية الأسرة والمفقودين هذا القرار قرار تاريخي وقرار كامل مهم جدا اليوم اللجنة أدت القسم واللجنة فيها أطراف عملية سلمية وذلك أطراف من الحكومة برئاسة مولانا الدكتور السنوان عبدالله حجانة ووكيل نيابة نحن نعلن أنه خطوة كبيرة جدا في طريق تطبيق الاتفاقية لأن الناس عارفين أنه في مشكلة الأسرة المفقودين الآن نقدر نقول لكل أهلنا لكل المقاتلين لكل الضباط لكل الأسر أن هذه اللجنة الآن تشكلت واللجنة أكيد تقوم بدوره التاريخي ودوره الكبير لأنها تبحث عن الأسرة المفقودين في كل مكان وذلك نبدأ لنا لأنه واجب زي ما قاعدين نتحدث عن الأحياء ونرتب لهم بنفس المستوى أنه عندنا المسؤولية أخلاقية المسؤولية تاريخية فننبحث عن المفقودين والآن اللجنة بوجوده الكامل تكون عندها مقر بإذن الله في هذا المقر اللجنة تستقبل كل الشكاوى كل الاستفسارات وكل معلومة المعلومات اللجنة مشكلة وموجب لآن قانون التحقيق وإحنا قصدنا من ذلك نشكر السيد الرئيس أنه وافق أن اللجنة تكون عندها صراحة واسعة لأن القانون يعني بعطي اللجنة صراحة واسعة جدا وإحنا في اللجنة المشتركة للترتبطة العمنية أكيد بنساعة هذه اللجنة بكل موتين من قوة سواء كان دعم معنوي دعم مادي نقيب ما في كل التفاصيل حتى إن شاء الله تنجز مهامها اللجنة ترفع تقريرها النهاي إلى مجلس السيادة يعني بعد ذلك نرى المصير هؤلاء وبعد ذلك نحن نتحمل المسؤولية التاريخية هنا حقيقة يعني بدأ نقول لأهلنا اللجنة إن شاء الله ستكون عندهم يعني موثمر صحفي ويتكلم بكل التفاصيل وقفوا مقرأ وين عشان يكون بعد ذلك يعني يباشر مهامها بزرعة وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة الأسرى والمفخودين سليمان عمدا هجانة على أن الاجتماع المشترك مع لجنة الترتبات الأمنية يعد بداية مبشرة لعمل اللجنة وكشف سليمان عن وجود نية الافتتاح فرعيات للجنة في ولايات دارفور مناشدا الأسر بالتعاون مع اللجنة في مهمتها التي تندرج تحت بند الترتبات الأمنية مضيفا أن اللجنة تضم عشر أعضاء ولديهم خبرات كبيرة اليوم تم أداء القسم للجنة اللجنة المعنية بقضية الأسرى والمفخودين تم أداء القسم بموجب القرار 443 الصادر من السيد الرئيس مجلس السيادة وبإذن الله تعالى كما ذكر رئيس اللجنة العليا المشتركة سوف تباشر اللجنة عمالها من يوم غد إلى مراميها وهذه اللجنة لا تقل شأنا إطلاقا من اللجان الأخرى التي تكونت في هذا الإطار وخاصة أن هذه اللجنة تتمتع بصلاحيات واضعة حسب قانون التحقيق لسنة 2017 وبالتالي سوف تسعى بإذن الله تعالى هذه اللجنة بتكوين مكاتب في الولايات المعنية لتباشر العمل أو لتسهيل مهمة اللجنة لا سيما أن هذه اللجنة لجنة عامة لكل المعارك التي دارت خاصة في ولاية دارفور الكبرى توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمد حمد صباح اليوم الأربعة إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة الرسمية بدعوة من الحكومة الروسية ويرافق حمد عدد من الوزراء وتأتي الزيارة في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول السبل والتطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات فضلا عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمد دوغولو وزير الداخلية المكلف الفريق أول عنان حامد بتسليم المطلوبين في أحداث كسلة للأجهزة العدلية هذا وأصدر دوغولو قرار يقضي بتشكيل لجنة اتحادية عليا لحصر وجبر الضرر بولايات الشرق الثلاث وبرئاسة وزير المالية المكلف فيما أعلن عن تشكيل اللجنة الفنية العليا للتخطيط وتعيين الحدود الإدارية للقبائل والنظارات في ولايات شرق السودان وبرئاسة رئيس المفوضية القومية للحدود معاذ محمد تنقو وعضوين آخرين قال رئيس الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر إن موقف الاتحاد الأوروبي بالنسبة لسد النهضة يؤكد على ضرورة رؤية اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا ونبه برجر إلى أن الملء الثاني للسد العالي قد تم بالفعل وهناك ملء ثالث مقبل والأمر يحتاج إلى اتفاقه وأشار برجر بالاتحاد الأوروبي في المفاوضات سيكون في القاهرة في أقرب وقت لعقد اتفاق مع المسؤولين والجهات المعنية للعمل على ضرورة الوصول لاتفاق بين الشركة أصدر مجلس عمدى جامعة نيال بولاية جنوب دارفور قرارا يقضي بتعليق الدراسة في الجامعة إلى أجل غير مسمى باستثناء كلية الدراسات العليا ويأتي هذا القرار بعد اعتصام قام به طلاب وطالبات الجامعة عقب تكرار حوادث السطو المسلح التي طالت داخلية القدس للطالبات وقيام مجهولين باقتحام الداخلية ليلا وتهديد الطالبات وسرقتهم فيما أمر مجلس العمدى بفتح تحقيق حول الانتهاكات التي رافقت الاعتصام وتقديم المتورطين به للمحاسبة تعرض سعر صرف الجنيه السوداني إلى هبوط تاريخي في تعاملات السوق المالية اليوم على الرغم من استمرار بنك السودان المركزي بضخ النقد الأجنبية في السوق المصرفي وتراوحت أسعار البي بين 500 و 530 جنيه للدولار الواحد فيما عزى مراقبون انخفاض قيمة الجنيه السوداني إلى المضاربات المالية والشائعات الناجمة عن ضبابية الرؤية والوضع المالي للحكومة اقترح عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم بورطمان يدفع كل أجنبي مقيم في السودان مبلغ 200 دولار حسب المعاملات الدولية للإقامة وأكد بورطمان هذا الاقتراح سوف يدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة مشيرا لوجود قرابة 8 مليون أجنبيا يعيش في السودان فيما نوه بورطم إلى ضرورة وضع رؤية جديدة لتنمية اقتصاد البلاد مطالبا بضرورة إشراك القطاع الخاص والمنتجين والمصدرين والجهات المختصة في السياسات الاقتصادية كشف وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبيع وجود تلاعب في صادر الثروة الحيوانية ممن وصفهم بضعاف النفوس الأمر الذي أضر بالصادر والعاعد من العملات الحرة وأشار عبد النبي في تصريح صحفي إلى أن بعض البنوك تواجه إشكالات في المراسلة مما ساعد على التهريب مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم فيما نوه إلى وجود شكاوى من المصدرين بولايات الشرق تتعلق بالتحويلات من مصر معتبرا أنها من القضايا العاجلة ويجب البت فيها فورا أشار عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر إلى بدء العمل بمعالجة القضايا المتعلقة باستثمارات السودانيين في قطاع تعدين الذهب في مورتانيا جاء ذلك خلال لقاء جمع إبراهيم مع عضاء من الجالية السودانية في العاصمة نواكتشوت حيث طالب رئيس الجالية موافي فتح الرحمن بتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وضمان استقرار الاستثمارات السودانية خاصة في مجال التعدين الذهبة مشيرا إلى وجود أكثر من خمسة عشر شركة سودانية تعمل بهذا المجال في مورتانيا وصف خبراء ومختصون تضارب سياسات وقرارات الرسوم الحكومية وزيادة أسعار السلع الأساسية بالعشوائية وانتقدوا غياب خطة إسعافية للمالية لدعم إرادات الخزينة العامة وصورة كبيرة كشف مزارع القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة عن تعرض مساحات واسعة تقدر بحوالي خمسة آلاف فدان للعطش في منتصف العروة الشتوية بسبب عطل في بيارة ود الحدات ومزيقيلة واعتبر المزارعون ما حدث في القسم الجنوبي إهمالا واضحا من جهات الاختصاص وكشف المزارع بمشروع الجزيرة القسم الجنوبي حسن علي عن خروج وتلافي أكثر من ثلاثة آلاف فدام من محصول القمح ووصف الموسم الشتوية الحالي بأسوأ المواسم الزراعية في تاريخ مشروع الجزيرة مناشدا ولولاية الجزيرة متابعة إدارة الري لتنفيذ ما عليها من التزام تجاه مشروع الجزيرة نهاية النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين البرهان يقول القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلا لحكومة وفاق وطني أو انتخابات الإفراج عن نائب الرئيس السابع عثمان كبير وابنته ومدير مكتبه ونيابة الخرطوم تطالب المواطنين مساعدتها للقبض على قيادي في قحط تمازج تعلن انسحاب قواتها من المدن السودانية اعتبارا من يوم غد وصندل يطالب الحكومة الانتقالية بدعم عمل لجنة الأسرة والمفقودين شكرا لطيب المتابعة نترككم الآن مع جولة الصحافة وحوال التقصي وسعار العمولات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر